فخلوني الأول أجدد ترحيب مرة تانية بلتكاتب والباحث الكبير لأستاذ مهل فرغالي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة وكنا بنقول حد زي حسام أو غيره قدرتهم المزهلة والغريبة جدا بالنسبة لي على التنقل بيتنقل زي الدون جواز صفر أو إيه هو جواز الصفر يعني وبعدين هم عايشين منين وعايشين الموظفين رسمين عند أجهزة معينة ممولين من أجهزة معينة الأجهزة دي بتستخدمهم وبيعملوا شغل يعني أقول لك على سنوز المسلا مثلا يعني خلال هذا الأسبوع أكاديمية العلاقات الدولية ايه بتسمع كلمة أكاديمية العلاقات الدولية دي انت بتتهزق أكاديمية بقى وجمع دول ناس بيشتغلوا على الزوم بيجندوا عناصر من الدول العربية كلها بيقولك تحت حج الدورة في الاستخبارات والأمن دورة في الاستخبارات والأمن والقرصنة ومعلنين هذا الأسبوع عن دورة بالمناسبة ايه ده؟ واخد بالك وبيجندوا للشباب وبعد ما يجندوا الشباب دول على كل راس بياخدوا اجر معين. ده مصنع جواسيس. مصنع جواسيس. طب ده الحساب مين. ولزلك هناك تناغم كبير جدا ما بين الاخوان ما بين اجهزة كتير جدا. مش بالضرورة اللي في دماغنا في المنطقة العربية لا. يعني في اجهزة اكبر من كده. فالناس دول شغالين بخطة معينة وموظفين رسمين عند هزي الاجهزة. ده واحد. اتنين. اتنين. التمويل والكلام ده وانت ليه خبرة حضرتك في القصة دي في الفيلم اللي انت عملت الوسائق قبل كده. دي شركات اوف شور. والغسل الاموال والشركة بتوصلك لشركة وحاجة في مثل مثلا يعني في نيجيريا توصلك لجنوب افريقيا ومن جنوب افريقيا للندن ومن لندن مش عارف لفين. عشان توصل يخسنوا الفلوس دي. في النهاية بتروح لهم. 26 شركة في لندن بس. ده اللي انا عرفت ارصدهم. طيب. يعني انت تتكلم سبت 20 شركة انت انت تتبعت طريق واحدة. في طرق متنوعة. وبعضهم ما فيش حاجة يعني عبارة عن صندوق بارين. دور على هيئة الاغاسة العالمية. هيئة الاغاسة العالمية. دور كده عليها. هتلاقي لها فروح في كل العالم. طيب ايه هيئة الاغاسة العالمية. عاوز افهم. وبياخدوا فلوس التبرعات. يمولوا بيها بقى تنظيمات مسلحة. يمول بيها الاعلام والصحافة بتاعته. يمول بيها ما شاءة. ايه طيار لأمة ده الولد باللي كان عامل حزب الفضيلة هنا ايام حكم الاخوات. ايه طيار لأمة ده انك تعملي طيار كمان يعني مش جماعة مش تنظيم. تعملي اجتماعات في ليبيا. ايه علاقتك بليبيا. ايه علاقتك بشارق سوريا. ايه علاقتك بالشباب انك بتجنتهم وتاخدهم معاك وعمل ايه الموضوع. وكلهم جهاديين وكلهم دواعش وكلهم سلفية حركية. وكله شغال للوقتي فيه تناغم حتى بين الاخوان ما بين هذه الحركات. يعني مش هتلاقي الفروق شاسعة. يعني الاخوان مقسمين نفسهم كده. مجموعات. الكماليين. طبعا. موت حسين. صلاح عبد الحق. وكل واحد فيهم عنده رؤية معينة. وفيه اتصالات بقى. الكماليين تلاقيهم مع السلفية الحركية ومع السلفية الجهادية ومع الجماعة الإسلامية ومع تنظيم الجهاد والقاعدة والكلام ده كله. فانت الشغل وده يقول لك انا مليش دعوة. والتاني يقول لك انا مليش دعوة. وكل واحد بيدرب ويلاقي خطة خطة خطيرة جدا. طيب. توجيه الدفة الإعلامية الإخوانية أو الإعلامية المعادية في المرحلة اللي احنا فيها دي. الدفة تتوجه ازاي؟ رايحة على فين؟ هتشتغل ازاي في الفترة اللي احنا فيها؟ طيب انا اقول لك في اليوم القبل لما يجاوب على السؤال المهم ده. الإخوان عندهم هزيمة سياسية تهزموا سياسية. طبعا. وانهيار اخلاقي. وارتباك فكري. تلت حاجات. تلت حاجات في الإخوان حاليا. عشان هزيمة سياسية ده مفهوم جدا. ده مفهومة. وعنده انهيار اخلاقي وسطي. لما تيجي واحد ياخد الفلوس ويجيب بها عربية بمدابلو ويجيب بها شقة لابنه في لندن. ومش عارفوا اتهامات لبعض امير بسام. وقلاجات الجماعة بيهزقوا بعض. امير بسام. طالع امير بسام عضو مجل الشورى قالك ده واخد ده جايبين عربيات وبتاع لولاده. فلوس الجماعة. اه. انهيارات اخلاقية. اتهامات بالاموال. اتهامات بالاخلاق السيئة. ويروحوا البراط والحنات. وبيتكلموا باسم الاسلام. اخي بالك. وفي ذات الوقت مع ارتباك الفكر الكبير جدا اللي هو دلوقتي هم بعد هزي الهزيمة السياسية دفعتهم. هو احنا نلغي احنا جزء من الدولة ولا فوق الدولة. احنا احنا عالميين ولا محليين. احنا احنا بنكفر الحاكم ولا بنقسلم الحاكم. اسئلة بيسألوها دلوقتي. اخي بالك. طب وهو المجتمع فعلا جاهلي زمال سيد غضب ولا المجتمع احنا نعمل من جواه وهو مش عارفين. هذه الاسئلة كلها في ارتباك فكر كبير جدا. اننا نتخلى عن الصراع على السلطة لمدة السنوات معينة ولا نتصارع على السلطة برضو لو رجعنا. ام. الارتباك الفكر ده والحاجات الهزيمة السياسية اللي بتدفعهم انه هو يوجه المعركة بدل من المعركة الداخلية داخل التنظيم. انا انا اقل المعركة الى خارج التنظيم. اشغل الافراد بالانقسامات الداخلية ما بين الجماعة. واحنا تبع صلاح حد الحق واحنا الاحسن. ده اشغلهم في المعركة الداخلية. اشغلهم في المعركة مع الدولة المصرية. ام. فبيبدأ بقى. واحد هو عنده خطته الاساسية. اول حاجة تأسيس للفكر الاخواني عبر السوشيال وعبر البرامج القصيرة وعبر الاعلام الجديد اني اهسس للفكرة. مش بالضرورة يكون اقول حسن البنة. لكن انا هرميلك حاجة معينة. يعني اسسة في المجتمع. وتفضل اشتغل عليها عاملة اغراق في العملية دي. لفترات طويلة هلاقيها اسسة في المجتمع. اتنين اهد في الدولة. يعني اهد في الدولة. لو انا هديت الدولة المصرية هديت المنطقة كلها بالمناسبة. اهد. فهو طب اهد الدولة اهد الدولة ازاي? اولا باشياء كثيرة جدا. واحد منها الترويج الكسيف. ايوة. يعني الترويج بكسافة. طب الترويج ده يتم ازاي? يتم عن طريق لجان الكترونية. مجهزة تجهيز جيد. وبتتقادئ اجور. الاجور دي بالمناسبة بياخدوا اجر عالي جدا. يعني اهل لي واحد فيهم بياخد تلات تلاف دولار في شهر. اهل لي واحد فيهم. من الشباب. وبعدين شغلانا حلوة قوي. يعني انا قاعد في بيتي او في شقيتي او عالكافيه. وباخد اخر الشهر تلات تلاف دولار. بس. يعني دي دي واحد. اتنين الترويج الكسيف القرصنة. اه. التقليل اهمية الاشياء اليجابية. اه اه. التهويل من الاشياء سلبية. يكون حاجة بسيطة. حدسة بتاع مش هلقيه رحمة. مضخم في الموضوع. عم كبره. رح جايب موضوع تاني. يزيد. يزيد في الموضوع او اخد بلا. فهو اه عنده وسائل. طب ايه الادواته بقى. ادواته واحد شركات مثلا شركات انتاج اعلامي اه غير معروفة. يعني انت انت بتشوف القنوات بس. لكن وراها مثلا اه اه شركة حياة ميديا. اه التراسوت. اه اخد بلا. ورا حاجات زي كده تلاقيها اه شركات اخوانية لا تحمل اسم الاخوان. دي اللي شغالة اعلام. ومشغالة شباب. وبتعمل حاجات وبرامج وقنوات. وسوش عالسوشيال ميديا. اخد بلا. طيب. اه اه. غير الشركات قنوات فضائية. غير القنوات الفضائية اه صفحات على المواقع التواصل الاجتماعي. ها. فانت ليهم ادواتهم اللي شغالنا. كل الادوات دي بالمناسبة بالفلوس كتيرة جدا. وبيصرف عليها. لما تيجي مثلا زي الصفحات على مواقع التواصل. تلاقي الصفحات دي مش باسم الاخوان. وباسم ناس يقولك ايه مثلا العفيفة لربها مثلا. والله. يقولك مش عارف المخلص لله. صفحة باسم المخلص. ايه ده. وبعدين تلاقي نفس التويت او نفس البوست بيتكرر في الصفحات كلها. يعني الصفحات دي بتاعتها كلها. فهي اختروا اسماء غريبة. اه اه. يعني الحنين على جرانه. الحجزة يا كريم. الحلو منه. اه. العلدي تفع. طب هنها عندي سؤال بقى. وهو بيشتغل على المنظومة الاعلامية بتاعته. انا بعتقد. واظن. وصححني لونا غلطان. هو شايف. وعنده شكل من اشكال اليقين. او على الاقل مستشعر. انه قنواته التلفزيونية. مش جايبة همها. او بالادق مش محققة التأثير اللي كان نفسه فيه. وبالتالي هيبدأ يركز مع وطن على سبيل المثال. القناة الشهيرة بتاعتهم يا تدي. اعتقد ذلك. ولا انا غلطان. لا هو فعلا هم عملوا ده وعملوا في لندن اجتماع. لعادة تقييم الاعلام. وبعد فشل المظاهرات اللي هي دعولها. اه. اللي قديمة من سنتين. فهما شعروا ان اعلامه. وساعتها حصلت المشكلة اللي هي كان طلع محمد ناصر ده وهاجم مش عارف مين. ايه. وهاجموا بعض. انا هو دي. وساعتها اتكلم عن عشرين الف دولار مش عارف مع مين. قعدوا كلمة ياريت عشرين. اه. تتكلم كلمة عشرين مليون دولار وقلق. والفلوس دخلت ازاي. واحنا ملناش نصير. اه. اللي قبل غنا نسيته. وراحت لفلان وانا عايز من علان. وحدوت الفضيحة. الحدوت الفضيحة دي كلها. دي كان في الاوان ده. اوان ان هو المناقشات حول الاعلام. وان كان لازم قنوات كلها تغلق. وعادة هيكلة الاعلام. فساعتها طلعه هاجمه. عشان خاطر الموضوع الهيكلة ده. ده كان السبب الخفي. فهو اه. قال لك. خلاص نعيد بناء الاعلام من جديد. ونعيد بناء منظومة الاعلام من جديد. ان احنا ما نركز قوي مع الاعلام بتاع الفضايات ده. اه. ده مش محقق النتيجة. احنا مركزين في قضايا معينة مش محقق النتيجة. فاحنا هنركز على الاعلام الجديد بقى. اللي هي البرامج واليوتيوب والقنوات والصفحات والكلام ده. ومركز معه دي بتحقق معه نتاج لان الناس. ناس طيبة احيانا بتصدق. يعني يجيب لك فيديو يروح عامل لك هليجرافيكس وحاجات ومونتاج وحاجات زي كده. يروح قالب الصورة وقالب هلك مش عارف ازاي. ويجيب لك كلام ويقتطعوا من السياق ويجيب لك مش عارف تسجيل صوت ويقول لك ده مش عارف مين وركبه. قصص حاجات زي كده. انت مش هتدرك ان الرجل الشارع البسيط. مش هيدرك ان ده فيه خصص وفيه اجهزة بتعمل الكلام ده. اه طبعا. فبنان عليه هو الشيء يشتغل وبيصرف فلوس. وبالمناسبة الكرام ده كله من دول اه مش في اوروبا. يعني بيشتغلوا عليه مثلا كان اه في وسط اسيا وفي افريقيا. اوه في اتنام. اوه في اتنام وكان زمان في اوكرانيا قبل الحرب ليهم لجنة هناك. القصص دي كلها بيعملوها في دول التانية انت مش هتدرك دي جاية منين. فدي الخطة بتاعتهم. الاعلام بتاعهم بكل تأكيد فاشل واللي كان حقق نتيجة. طيب هل ده هيستدعي انه الجماعة تبدأ تعمل اعادة هيكلة وتنظيم لتنظيم الطلاب بتاع الاخوان؟ تنظيم الطلاب اه طبعا هم كان موجود. انه دي تبقى قدرة واسعة على الانتشار. كان موجود لكن تم ضربه من حوالي ثلاثة اربعة سنة. اه. وكان اه مسؤول الطلاب اه صهيب عبد المقصود. اه. وصهيب عبد المقصود هو حاليا اللي هو اللي هو واخد دور اه كبير. بسمينه خيارة الشطر المقبل. اه. واخد دور في التنظيم حتى الدول. اه. مشكلين هذا التنظيم خارج مصر مش جوة مصر. اه. خارج مصر انه هو برضو ماسكو لواء الشباب. لواء قسم الشباب. اه. ماسكو صهيب عبد المقصود في مجموعة صلاح عبد الحق طبعا. فاحنا بنتكلم عن هنا انه هو انه يعيد بقى تشكيل للطلاب والكلام ده والجامعات. لا ما اعتقدش حاليا التنظيم الميداني جوه مصر انه هو هيعود خالص في زل الاوضاع بتاعتهم الداخلية في الجماعة وفي زل قوة الدولة المصرية. ثم عبدهم طول الوقت فيه اللي هي هي المراحل بتاعت يلا بينا نعيد لملمة شتات الجماعة. واعادة بناء لجانها ومؤسساتها وتنظيماتها الصغرى والوسطى وحتى العلي. وجربوا ده كان زمان اهم مصطفى مشهور ثم عمر التلمساني وما الى ذلك. زماني بيقولي بقى تخدص. فهنا بس سؤالي الاخير والله فعلا. الا تعتقد انه هم هيبقوا عن طريق السوشال ميديا وما نطلق عليه احيانا الاعلام البديل. يبدأ يشتغل فيه اعادة بناء فكري لعيال زغنططين وبعدين يبدأ يبني بيهم تنظيم طلابي جديد عن بعد. لا ما اعتقدش ان ده هنجح برضو. هو حاول كتير بالمناسبة. وحاول عن طريق قليات كتيرة نشر الفكرة معينة اللي هي المدخل الى ايدلوجي. اتنين عن طريق ناس مستقلين لا يحملوا اسم الجماعة. ثلاثة عن طريق عمل شبكة ميدانية لجمعيات ومنظمات لتحمل اسم الاخوان خارج مصر. زي طيار الوم اللي انا اتكلمت عنه مشوية وغيره. عن طريق اعلام جديد. عن طريق تنظيم صارم اللي هو تنظيم الموجود اللي هو من برا. لكن في كل ده فشل. فشل جوه مصر. طب فشل ليه؟ فشل لاسباب كتيرة جدا. منها على سبيل المثال ان المكاتب الادارية داخل مصر. الجهاز الامن المصري قضى عليها تماما. فمصعوبة مما كان ان انا عن طريق السوشيال ابن تنظيم هو بينجح. ده بيعمل ده في بلاد برا يعمله في اوروبا يعمل مش عارفية يعمل لك مجموعة تتكلم فيه. لكن جوه مصر اعتقد الموضوع صعب.